اشتركوا في القناة ضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء فلنبدأ على بركة الله لكي نفهم جيدا أخي مدى أهمية وضع كتابنا في الكاتيجوريز أو التصنيف الخاص به سأعطيكم مثالا بسيطا فمثلا أخي إن أردت أن تشتري الخضر هل ستذهب إلى البقال أو الحلاق؟ لا إذن حتى لو وضعنا الخضر عند الحلاق فلن يشتري منا أحد هذه الخضر كذلك الكتاب يجب أن يكون في التصنيف الصحيح حتى يجد المشتري المهتم به المشكلة الآن هو أن البائع عند رفع الكتاب يجد صعوبة في اختيار الصنف الخاص بكتابه ولهذا اليوم قمت بإنشاء هذا الفيديو وسأريكم طريقة بسيطة جدا تمكنكم من اختيار التصنيف المناسب لكتابكم دون عنا فهذا الموقع سوف يقوم بالعملية بكاملها ما عليك إلا نسخ اسم العنوان الخاص بكتابك ووضعه في هذه الخانة وهو سوف يقوم بجلب جميع التصنيفة الممكنة من الاختيار الأنسب وكذلك بعض الاختيارات التانوية التي من الأحسن أن تضيفها كذلك إلى كتابك إذن شاهد معي أخي الكريم فمثلا أخي الكريم سأختار هذا العنوان نوتبوك فورس سكول الآن أقوم بالبحث أختار مثلا هذا الكتاب الذي يظهر لنا فيه هو الأول والآن نقوم بنسخ هذا العنوان الخاص به كونترول سي عند النسخ نذهب إلى هذا الموقع الجميل سوف أضعه لكم في وصف الفيديو نضع العنوان هنا في هذه الخانة نقوم بالبحث وهنا تظهر لنا جميع التصنيفات أو الكاتيجوري الخاصة بكتابنا فهذه الأولى هاي يعني هي أحسن مكان يمكن أن تضع فيه كتابك نذهب إلى الحساب الخاص بنا كاتيجوريز ثم نختار مثلا نانفكسيون ها هي ثم استوري سنجدها هنا ها هي كذلك ثم وورد يعني العالم بكامله فهنا نجد مجموعة من القارات بما أن وورد لا توجد إذن جنيرال هي المناسبة لكلمة وورد ثم نقوم بحفظ هذه الاختيارات سيف ونلتقل مرة ثانية إلى الموقع ثم نختار هذا التصنيف الآخر ونتتبع نفس الطريقة التي قمنا بها في التصنيف الأول لنقوم بتحديد هذا التصنيف كذلك كالتصنيف تانوي لكتابنا يعني كان هذا هو درس اليوم بكل بساطة فلا تنسى يا أخي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء وأي تساؤل ضعه لي في التعليق فالسوف أجيبك عليه إن شاء الله في أقرب وقت ممكن اشتركوا في القناة